حبة الليمون هذه تبدو عادية من شكلها الخارجي وكما هو شائع حامض مذاقها لكن عكس بقية الليمون فهذا الليمون حلو المذاق والمنتج ثمرة تجربة تلقيم ناجحة لزهرة ليمون عادية ما أخرى من شجرة البرتقال الليم هذا الحلو هو في الأصل التعاها منقولوا الأصل التعاها لكين واحدة تشينا نقولوا لها تشينا الحلوة الملقمة تجي حلوة هي تجي حلوة سكر بها هي مع الليم العادي الليم العادي اللي هو حامض داروا واحدة هكا تلقيح ما بيناتهم من بعد خرجها الليم الحلو ولت درك شجرة عادي شجرة كبيرة فيها الليم الحلو من بعد ولا التلقيم انتحها درك التلقيم راهو سهل نقولوا لا في الشجرة ولا في الحباء نفس الشيء خرج الليم الحلو هذا لو كانت تحطها مع الليم الحامض متنجمش تفرق المميز في عملية التلقيم هذه التي نجح فيها علي ببلدية مسترقين المعروفة بفاكهة الكليمونتين انها غيرت الذوق الحامض للليمون وحافظت على خصائصه وفوائده المميز في حالة نفس الوقت كما الليم العادي هو تاني قات سيزان كما نقولوا الليم قات سيزان هذا حلو وقت سيزان كذلك احنا كما نقولوا مين راه هو حلو نقولوا يفقد الفاوائد تاعه لا راه فيه فاوائد العكس هذا راه فيه فاوائد ورانا ديرين واحد البرنامج معكاش اخصائيين لي يخدوه من التحاليل ويعرفوه ليش مليح علي وعلى غرار اقرانه من الفلاحين يسعى لتطوير هذه الشعبة من الحوامض امر دفعوا لانشاء مشتدة خاصة بهذا النوع من الحمضيات لتوسيع المنتوج وتسهيل عملية التلقيم نقولوا احنا ما عندناش ارض كبيرة وكل شي احنا كي خممنا درنا درنا لا بيبينير تاعه خممنا درنا لا بيبينير تاعه باش اي فلاح اللي عنده هالأرض والله الاخر يدير جكتارات الاخر تلتكتارات الاخر منا يكتر الليمونو حلو المذاق شعبات مميزة تضاف لشعبات الكليمونتين التي طالما تميزت بها منطقة مسترقين غرب البلاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة